سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع الأوفياء تنتمنى إن شاء الله تكونوا بخيروا على خيروا في أحسن الأوقات في إذن الله اليوم إن شاء الله ستتابعوا معي هذا الفيديو وعندنا عرض الشقة التي تتواجد به رياد الأزهر شقة التي صراحة شقة ممتازة المساحة وكذلك الموقع ديالا الموقع استراتيجي جاءت تتواجد بتقاطع ديال جوز الشوارع شارع الأزهر كيفما تشوفوا هذا اللي على الشاشة هانتما وكين واحد الرومب واللي كين تقاطع ديال الشارعين شارع الأزهر وشارع أهل الغلام المهم الشقة ديالا تتواجد بعمارة اللي صراحة إماراجات مستقلة وكذلك في الموقع ديالها كيفما تتشوفوا موقع استراتيجي جميع المرافق رهم توفرة في هذه المنطقة هذي بالضرب يعني المواصلات كين جوز شوارع شارع اللي تيديك أهل الغلام كيفما تتشوفوا كين التاكسيات وكذلك الشارع اللي وردتكم في الأول هذك الشارع ديال الأزهر اللي تتمشي ذلك تتهود لطاروت لتدك الرباب المهم قوم عياها حتى تعرفوا معي على الشقة للمساحة ديالها مية وربعة ميطر مربع لتتواجد برياد الأزهر أنتما إقامة رياد الأزهر هي هذه لتتشوفوا على الشاشة هذه هي الإقامة لتتواجد فيها الشقة ديالنا ديال اليومة الشقة تتواجد في الطابق الأول ومثل نحاول نعطيكم إطلال على الموقع الخارجي عدد ندخله إن شاء الله تشوفوا معي كذلك الدروج وتشوفوا معي الشقة ديالنا ديال اليومة وكذلك تعرفوا على الثمن ديالها والإصلاحات اللي ديالي لها المهمية كيفما تشوفوا معي العمارة رابده وتديروا لها لانسطلاتيون ديال الكاميرات يعبقي نمركبوهم شوالكي نراهم تيصيبوا فيهم هذو الدروج كيفما شفتوهم ديجا حطيت واحد الشقة في هاد العمارة هادي راهتبعت شقة اللي كانت تتواجد بالدوز يمئي طاج في هاد العمارة هادي كيفما شفتو معي الدروج ديري اللي هم نوافيد بالتهوية وديرين الحديد مسيبطارين به الدروج انتما تنحاول نعطيكم أدق التفاصيل على الشقة عدد تنمشي وندخلوا لها باش نتعرفوا على الموقع اللي غادي نسكنوا فيه واللي غادي نشريوا ان شاء الله في الشقة ديالنا مهم هادي اطلال من نافدة ديال الدروج على الشارع ديال هالغلام هنا كينا كيفما شفتوها تدي وتجيب هذا القلوار ديال الشقق مهم كينا جيران انتما تشوفوا هادي الشقة ديالنا هي هادي تنتمنى ان تكون ان شاء الله تعجبكم وكذلك بقوا معي الناس اللي مهتمين بقوا معي حتى الاخر ديال فيديو باش تعرفوا معي على ادق التفاصيل الناس اللي اول مرة تشوفوا القناة ديالي مرحبا بكم معليكم الا الضغط على ديال كتب الحمرة اللي تتكون تحت الفيديو باش هاكذا تتابونوا في القناة يبقى يوصلكم الجديد من طرف قناة عقارات امالك الخاصة بالاشار العقاري الشقة ديالنا ديال اليوم غد تعرفوا معي عليها فيها جوج ديال الغرف وفيها صالوه للمساحة دياله كبيرة وكذلك مطبخ كبير وحمام اللي مصلوح جيدا وهم هادي هي الغرفة الاولى كيف ما غدتشوفوا معي غرفة ديال غرفة الجلوس او غرفة الاطفال يعني المهم تتستغل لأي استغلال بغيته هايا كذلك تيب لي سبط ما انتم هون تخضوا في كراليا اللي ريدي رهم ايلكتريك وكذلك لعني للكالتي الممتازة اللي رين هاد لاباقضو من لي في الارضية هادي الغرفة الثانية كذلك مساحة ديالهارة كبيرة حاولت انني نظومي لكم جيدا بشوفوا الطول وكذلك حتى العرض ديال الشقة وديال الغرف الناس اللي مهتمين بهاد المنطقة هديرة هات التواجد في الطابق الاول سنعود نذكركم الشقة التواجد بشارع الازهر بخوميغ ايطاج مساحة ديالها مية واربعة متر موربع سيباغرها بالخيال وكيف ماشفتو الزليجلي في الارضية ودي جأننا مقبسة قبس لتخي سامبل بالبيض هذا الصالون صالورة كبير ما شاء الله تقريبا يعني واحد سبعة مترو وما اكتر ديال الطول فيه هات الشقرة ديال صاحب هاد الاقامة الشقرة هم سجلة ومحفظة بوريقتها كاملين بالتيثر ديالها اللي بني ديالها بالقرانيت وكذلك الاصلاحات كيف ما شفتم اصلاحات جد ممتازة دير لها ثامن خمسة وسبعين مليون وقابل النقاش يعني الشقرة الوحيدة اللي بقات مرحبة والف مرحبة الناس اللي مهتمين بها جميع المرافق رها متوفرة كين ابناء كين كذلك حمامات كين مداريس كين يعني السوق كين كل شي كين فضل منطقة هادي المواصلات كيف ما قلت لكم بحكم انها تتواجد يعني في تقاطع ديال جو الشوارع لريدورام الكتريك كيف ما شفتو يعني سيطلعو يهبطو بالضوء الشقرة مصرحة مزيان مهم هذا لا كور كيف ما شفتوه من النافذة ونحاول نخرجه ان شاء الله ونصوره لكم هذا هو الصالون كيف ما شفتوه صالون ره ميساح اليال وجد ممتازة كذلك الدوش اللي تبارك الله ما شاء الله المساحة دياله كبيرة وكذلك الكوزين تهي المساحة دياله ما شاء الله مساحة لممتازة يعني فيها كوزينة وفيها كذلك سجور بقوا معايا حتى الاخر ديالفيديو باش تعرفوا على ادق التفاصيل ديال هاد الشقة هادي هنا يا كين الحمام يعني كيف ما تدخل من البرق ما كين علي من ديال كين الحمام وكين الكوزين الحمام غتشوفو معايا تبارك الله تواصل حينو جيدا بلي سبوتا وكذلك وفزليج حتى الفوق انتوما تشوفو كل شي على شاشة الفيديو الناس اللي اول مرة تشوفو القناة مرحبا بكم معلكم اللي تتابوني و باش يبقي وصلكم جديد من طرف قناة عقارة ام ملاك وكذلك الناس اللي بغين يحطوا هكذا الاشارة ديالهم مرحبا بكم معلكم اللي تواصلوا بيا على الرقم اللي تتلقوا في صندوق الوصفة ذاك الرقم رخاص بالاشار العقاري مرحبا والف مرحبا الناس اللي بغين هكذا يحطوا العقارات ديالهم على القناة ديالنا مرحبا بكم نجو نصوروا لكم فعين مكان الشوقق ديالكم ونحطوها على القناة كيف ما شفتو الدوش برق الله راه راه راي مو يعني مصلوح شيدا بالنسبة للطوالت كيف ما شفتو راه طوالت هي بريد راي مو هاد هاد الدوش هاد مصلوح اصلاحات اللي جيد بممتال ذا دوش را المساحة دياله ممتازة دائما تنقول لكم تصوير را ما يعطيناش حقيقة ديال المطراج فقط ناخدوا فكرة ومعلومات الناس اللي مهتمين تواصلوا بالرقم اللي تتشوفوه على شاشة الفيديو هاداك الرقم راديال صاحب الشقق تواصلوا به ويكون خير ان شاء الله الثمن تقولوا خمس وسبعين مليون وقابلة للنقاش هذه هي الكوزين كيف ما شفتوها كوزين راه كبيرة كبيرة المساحة ديالهارة انتم تتشوفو تصوير دائما تنقول ونعود نأكد ما سيعطيناش الحقيقة فقط فكرة الكوزينارة ممكن انه يدار فيها سيجور انتم تتشوفو كدلك حتى العود راه العود راه العود لديلين عود لاماك شين اللي يدارينها في البلاكارات نمي ما انتم هاد الفاس هادا را ممكن انه يجي سيجور تماكينا وكي الباب ديال الاليمنيوم اللي تتخرج منه اللاكور انا هنحاول نعطيكم عليه اطلالة واعتشوفوه مما ديال كوزين ديالنا صراحة كوزينة اللي ما شاء الله كبيرة تتمنىها اي مرة تبا غادي نخرجوا اللاكور غاتشوفو المساحة ديالو دين فيه الروبيني اللاكور المساحة ديالو عشرين متر مربع والشقة الداخل فيها اربعة وثمانين متر مربع الناس اللي مهتمين مرحبا بكم عطيناكم فكرة على جميع المعلومات كاملة يعني اخديثوها اللي بغا ان شاء الله ومهتم بهات الشقة مرحبا ما علي إلا يتواصل بالرقم اللي تيشوفوه على شاشة الفيديو وتمن كما قلت لكم بخمسة وسبعين مليون وقابل للنقاش مرحبا والف مرحبا تنتمنى ان شاء الله هات الشقة تكون نالت اعجاب ديالكم وكذلك الناس اللي ما مهتمينش بارتجي والافراد العائلة وهكا الاحباب والاخوان ديالكم بشت هكذا تتوصل اكبر فئة من الناس وهكذا اصحاب الشقة تبيعوا والناس اللي مهتمين تاوما كذلك تيشريوا ليس الجميع اللي بغي شريء اللي سهل عليه واللي بغيته وكذلك يبيع اللي سهل عليه المهم هكذا تكون وصلنا اخواني الكرام الى نهاية الفيديو تنتمنى هات الشقة تكون نالت الاعجاب ديالكم ما تنسوناش باللايك وكذلك الاشتراك في القناة باش هكذا تتكبر بكم يوم على يوم وشكرا لكم والشكر قليل في حقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله استودعكم في حفظ الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم